موسيقى حالما وعدكم مع إيت سمارت واليوم مع لندة فاهد بدنا نحضر تربيئة غير شكل صباح الخير صباح النور كيفك اليوم؟ كتير منيحة بس قبل الكمبيتشن بدنا نعلن اسم الرابح أو الرابحة مازبوط رابح اليوم اليوم رابح اللي هو روجيريو معلوف روجيريو رح يكون عم يربح باكسر من بري لايت مبروك بدأت تكون عم تلفين عما طبخنا لا تكون عم تستلمون كان السؤال بين القوافة أي فيه لايكوبين أكتر القوافة أو الباندورة يا جماعة القوافة فيها أكتر نحن كتير بنسمع على الباندورة بس كمان خبرية أن القوافة فيها لايكوبين ومئة جرام مؤرنة بمئة جرام بيطلع أن القوافة فيها أكتر سهول كلهم إشي عم نتعلمون عم نتعلمون المشاهدين أكتر وأكتر من خلال المسابقة أكيد مسابقتنا الجديدة هو أي فيه أقل غليسيميك إنديكس. نحن نحن نحكي دائما عن الغليسيميك إنديكس وكيف لازم إذا الأكل أقل هي ما بتعلي كتير السكري. سأي أقل هالمرة الجزر أو لش منضر. فإذا واحدة منهم غليسيميك إنديكس فيه أقل. راح تبال شو من اليوم تكونوا عم جاوبوا على الفيسبوك بيج. ام تي في الايف أكيد أول شي. وفيكن جاوبوا على دي سي دي سيران دا دنيا فهد وعلى بيري لايت هل سنتر فيسبوك بيجز. هيدولي خبريات الكمبيتشن. خبريتي اليوم. خبريتي اليوم كتير حلوة. خبريتي عن السمك. هلأ كتير عم نخاف من السمك العالم كلها عم تخاف من السمك. من وراء أكتر شيء إنه احتواء الميركري أما الزئبق. هلأ بدراسة جديدة تبين إنه السمك بيحتوى على كمية سيلينيوم كتير كبيرة. وكمية السيلينيوم هو بيمتزج مع الميركري. مع الزئبق. وقتا يمتزجه سوى ما بيعود هالزئبق قادر يعمل مفعوله بالجسم. خبريتي حلوة. اكزاكت بيرجع لهم جسم. مش انهيك بنرجع. فالعالم صار كتير عم يقلله تناول السمك اللي هو تقريبا لازم ريكمنديشن 320 جرام بالأسبوع. مش أقل من هيك. فتجي يالا نرجع نتناول هول. أكيد بنظلنا نشجع إنه ناكل السمك اللي هو فيه أقل ميركري. ولكن ما نخاف إذا كان فيه شوية ميركري لأنه عم نار السيلينيوم عم يشيل مفعوله تقريبا للميركري. 225 جرام للأدلس للصغار. هلأ الزغار دايما حجم بيكون أقل. فإذا هون وقتا نقول نحنا بماكسيموم بده يكون 240 جرام. 240 جرام للوليد. عم نحكي على الأسبوع. يعني شون يكلوها على مرتين أو على ثلاث مرات. هلأ شغلتين العالم. السمك الكبير بيحتوي زقبك أكتر من السمك الصغير. كل ما كبرت السمكي مضبوط كل ما بتحتوي أكتر. أنا دايما من الصغير بالمئة. سوى سمكنا. التروت ما فيه التونة العادي كمان فيها قليل من الميركري. السمك اللي نحنا عنا ياه. المالليفة. السيباس. هولي كلهم فيهم كتير كتير قليل من الميركري. سلطان إبراهيم. سلطان إبراهيم. بجنة. فإذا كل هيدولي فينا نحنا نكون عم نتناولون. بس منا كلهم مقليين. بس السلطان إبراهيم إذا مش مقلي غير مالي. دايما بدنا نشتري شوي هيك وشوي هيك كون عم نشكل من الاتنين. هلأ شغلة تانية كمان اللي بدي أولا أن العالم ما تخاف من أوقات بيخافوا لأنه سعر السمك في يكون غالي. ففينا نقول أنه كمان سمك لمعلب مثل التونة المهم نقرأ. ما يكون اسمه الباكور. هيدا بيحتوي كتير زقبك. التونة أما السادين في واحد يكون عم يقدر تنوالون. تالت شغلة العالم تتلبك بطبخ السمكة. إذا جبنا سمكة الفليل. سمكة الفليل. ماشي يحط علي شوية بهارات. أوقات أنا بحطه محاموط عليها وبحطها بالفرن. أوقات بحط البهارات المانجو أوقات بحط الكزبرة. كيف ما بدنا كل مرة نغير فيها. وأكيد بيطلع طيب مع شوية حامض. ما تعطلوهم. أهلا شي طبخ السمك. ما نعطلهم. صح. والفليل بس أوقات ما نخاف ما بنعرف من وين يعني بيجوا. خاصة لما بنجيبهم فروزن رندا يعني بيكون مكتوب على الكيس بس قدي بدي بدي أقول الشغلة بالفليل فروزن ما بنا نسترخص فيه. خليني حط هيك ما بنا نسترخص فيه. ونجيب شيء لمرتب ساعدها بنضمنه. ولكن أنا كمان عم قول بدل الفروزن فينا نجيب فليات بالمسمك اللي هي موجودة كمان. بس أنا بحسن هؤلاء فروزن حوان هني عملون لندسوس. حلو التعليق يعني الفكرة. يعني عم نعليه مثلك أنا المشاهد يعني. عم بسألك أسئلة يمكن المشاهدين يفكروا فيه. نرجع بدنا نروح على مسمك نحنا بنوثق فيه. نعم. كمان هاي. مية بالمية. أوكي. يلا لنرجع اليوم. تلبيتنا. ليش هايتي الترويقات؟ لأنه عم نحكي على الفيغن دايت بي كل هايتي الفترة. عم نحكي خصوصا مبارح على الفيغن يعني الأكل النباتي مية بالمية خصوصا عند اللوليد. رح خبر شوي كيف قدي أعمل هالترويقات السريعة وخبر حسناتها. وكمل إذا عندي وقت اللوليد كيف لازم يكونوا عم يأكلوا. نحنا ترويقتنا هي ترويقة الكينوة. عملنا الكينوة كينوة مظبوط. مش قوت. ما النقوت. فكرت نقوت لأنه ما شفت هوني. مظبوط. هلأ الكينوة استعملتها لأنه هي تحتوي على كمية بروتين كاملة. خمسة عشر بالمية من الميت جرام هو بروتين. تحتوي على بروتين كاملة يعني اللايسين وايزولوسين أمينو أسدز هولي. مفقودين بباقي الحبوب هني موجودين بالكينوة. فمشان هيك استعملتها. بهيدي الترويقة رح نستعمل كينوة. رح نستعمل البيرز هولي فروزن بيرز. نحنا فينا نستعملهم طازة. أنا عندي بيكونوا فروزن بستعملهم فروزن. كل أنواع البيرز. فينا نستعمل الكرامبري بلو بيري. كل الريد بيرز هوني محطوطين. بهيدي كمان عم نحكي على الفيغان. الحليب اللي بدي استعمله للترويقة هو حليب السوية هوني. كمان بدي استعمل القرفة حتى أكون عم بعطيها طعمة. طعمة حلوة شوي. عم بستعمل حب الهيل لأعطيها نكهة لازيزة. وطبعا كمان بدي حليها فهوني حطيت شوية عسان. أول شغلة رح أعمله هو كوب من المي. وهوني هالأكلة عم نعمله تعمل كوبين ونص. فإذا أنا رح أحط كوب الماء ستاف. هلا رح نكون دايما عم نفرج الريزولتس بالآخر هو هاي أهم شي. كوب الماء عم بغلي فيه ست حبيت حب الهيل. لكن حطينا ست حبيت ونكون عم نغليها. اللي بدي يصير إنه بعد ما نحنا هايدي عم تغلي نحن لأنه بدنا نشوف وقتنا كيف بدو يعمل. بعد ما هي عم تغلي رح حتى لأنه كيف بدنا ننكلها مع حب الهيل ما رح يصير هيكي. بيكون غالية عطية الطعمة. في يحي عم تغلي ساعتا نحنا منشيل هالحبيبات. خليو نغلو شوي. أنا خايف الوقت. عنا وقت. عنا وقت. عنا وقت. عنا وقت. نحنا ناطرين اللي يكونوا عم يغلو. بدي يذكر كمان. وريحة طلعت. ريحة كتير كتير طيبة من ما يلي. بدنا قهوة. عفيتك. وهي طاعة طعمة الحلة كمان بتحسيها. وكيف نحكي مزبوطي في نحكي على الزنجبيل وأهمية الزنجبيل كأنت إنفلاماتري. ما نحنا كمان اللي بيحس حالو بديقوا الزنجبيل بيحسوا حد. فيه كمان يكون على الصبح عم يغلك بيت ماء. بعدين بيحط فيها هيل. تفتر وبعدين بيكون عم يشربها. والهيل من الكارمناتف يعني اللي عنده نفخة وغازات كمان الهيل في شلوها. مية بالمية. بس اليانسون بيناعس الهيل ما بيناعس. الهيل بي روّق كمان. بيروّق. اهه. لكن هولة ستحبات. شلناهم. طب خطنا كتير هين. ترويقة. مش مفروض تكون مش هينة يعني. ايه. موسريعة. ايه. اكزاك. اوكي. لكن شلنا هولة. شملت تاني نحنا نحط الحليبات. فأنا فتحتهم. لكان حليب السوية. اوكي. عندي كوب ونص. كوب مي استعملت كوب ونص حليب السوية. عم نحكي ترويقة. حطينا الحليب مع المي. بعدين رح حط أنا نص ملعة صغيرة من القرفة. كمان. حتي يكون عندي ريحة أطيب. طعمة أطيب. اوكي. بعد ما هني شوي كانوا عم يسخنوا هوني. رح أنا أمسك نص كوب من الكنوة. هلأ الكنوة. بده وقت. ايه بده وقت لا يستوي. فنحنا نص كوب من الكنوة بنحطه معهون. اوكي. الكنوة بتنطبخ مثل مثل الرز. يعني كيف عندي اتنين كوب ماي لكوب واحد من الكنوة. الكنوة. نفس الشي اتنين كوب لكوب من الكنوة. اوكي الكنوة بيخد ربع زيادة. يعني ما بينطبخ بسهولة. هلأ. حسب النوع. حسب النوع مية بالمية. هلأ هو عم ينطبخ الريحة. شفت ريحة طيبة. طيبة. عطيتنا فكرة مع الكنوة. طبعا. ايه. كتير طيبة. هلأ هوني شوفي كيف عم تغليس. نحنا بنا نكون عم ننطر اكيد. متل ما بننطر الرز حتى تكون عم نستوي. هلأ اوقات الكنوة بتطلع رغوة. هي بده احكي عنا ازا ما كنتهم. رغوة هولي السابونينز بيطلعوا فيها. السابونينز هن بيعطوا مرارة شوي بالكنوة. فنحنا هولي وقتها يطلعوا ازا الرغوة شلناها بنخفف مرارتها للكنوة. هايدي كمان شغل تاني بيطبخة. هلأ كتير حيين فإزا نحنا بننطرها لتكون عم تنطبخ. وبعد ما هي شوي حبتها تكون عم تقسر. طبعا هون ديما ما فينا نكون عم نطر شوي قبل ما كمل بريسبي ما زال على الوقت. ونحكي عن الكنوة كمان. لكن الكنوة اهميتها هي بالبروتين الكامل. نحنا ديما وقتا نكون بالفيجن دايت اللي منخف منه هو ينقص بروتين ينقص حديد. فهون بدي أكل أكلات اللي بدي أكلها واتنوة لبدا تكون عم تحتوي بروتين وحديد. طب ازا بيخد فئة الحبوب. بنلاقي الحبوب دايما بينقصوا شي من البروتينات أو أمينو أسد معين ناقص. هون مشان هيك بدي ألتجي على الشوفين. وبدي ألتجي على الكنوة اللي هو فيها كل الأمينو أسد الموجودين وما بنقص شي بالجسم. نفس الوقت هي بتكون عم تحتوي كمان الحديد اللي نحنا بدنا ايه. عم نحكي عن الولاد وعن الكبار. بدنا مصدر للكالسيوم كمان. طب مصدر للكالسيوم نحنا ساعتها جبنا الصويا اللي هيوية مدعمة بالكالسيوم. فإذا بدنا نقرأ هوني مدعم بالكالسيوم. مدعم. كمان حطينا مصدر الكالسيوم هوني. كمان بي الكينوة اللي بدي أقولوا انه فيها المجنيزيوم فيها المنغانيس فيها البيتو كمان. كل الشغ اللي فيهن هي عم تكون صحية. نعم. عم تقدر كمان تقوى الأعضام. فإذا بالفيجن دايت منا مشكلة. مشكلتنا انه شو بدنا نتروق شي في بروتين. تروقنا بروتين وتروقنا شي في كالسيوم. أكيد بالفيجن دايت دايما الفواكي والخضرة بده تكون سيدة الموقف ومشن هيكي عنا هالفروزن بيرز. طيب. نحنا هوني بعد ما تكون عم تستويته حيكون بده. تصير تتفلفل مثل الرز. تتفلفل مية بالمية ويكون عم يخف هال مايو هالحليب اللي هي عم تكون عم تمتصته. شو بدنا؟ ولكن لكم بدي أرجع حط ملعة صغيرة من هوني أما العسل. هايدي ملعة صغيرة لكون أنا عم طيبة يعني بطبيعة الحال ترويئة وخصوصا هوني إذا عم تلعت. يعني بقد فينا نحط سويتنر إذا بدنا. فينا نحط سويتنر مية بالمية وإذا عم بيشتغل مع الأولاد أنا هيكي. هاني أحسن أكيد من سويتنر. ما بحب استعمل سويتنر للأولاد. مش كرميل شيء علمي بس أنا ما بحب. ولا سكر. مية بالمية. فحطيني هون بعد ما نحط هيدا الهوني راح نحط الباريس ثلاثة ربع كباية نتبهون إحنا هوني عم نعمول. لا يطلع عنا مش كباية واحدة لا يطلع عنا كبايتين ونصف بالنتيجة. ليون الباريس؟ آخر شي بترجعي بتحطي هوني. يعني آخر آخر بآخر غلوة منكون عم نحطهم معهم. هاي كمان حطيني ها هوني. يومي. هنجاد. ريحة بتقتل. هلا. إذا واحد بحبها شوية عم تقرش. ايه بيخليها الدنتي. مظبوط. بتخليها بتخلي فيها شوية مي. لأنه هون المي في الحليب. حتى تكون عم تقرش ونفس الوقت عم تشرب الحليب. هلا مع الوقت أنا شلتها هادي قبل بوقت. وحطيتها. إذا حطيتيها لتاني يوم بديكت أدمية مثلا. أو بديكت أدمية بعد ساعتين. هي رح ترجع على حبة مص كل الحليبات. هلا هون نحنا كيف نحب ناخدها؟ فينا ناخدها. فينا نرجع نزيد شوية حليب على الناشف ونكون عم ناكلها. وفينا مثل ما قلنا نتركها قلدنتي. يضل فيها شوية حليب. وكمان فينا ناخدها بهالطريقة. بعد ما نحنا سكبناها بهالطريقة أما هادي. رح نكون عم نحط البارس فوقها. رح نكون عم نحط كم حبة من اللوز. مثل ما شفنا هوني. نكون عم نعطيها أكتر بروتينات أكتر وأكتر. هلا هادي ستاف هي ترويقة كاملة. فترويقة كاملة قديش بتحتوي؟ تحتوي تقريباً على 225 واحدة حرارية. نص كباية كينوة. نص كباية كينوة. مع الحليب السوي. مزبوط. ومع الهوني. مية بالمية. ولكن نص كباية الكينوة مش حتى واحد يأكلها كلها. نص كباية عملت كبايتين ونص من هول. أكيد أنت عمل ايه. فنحنا بكل كباية رح يكونوا في 225 واحدة حرارية. رح يكون في عشر جرامات من البروتين. هذه هي القوة اللي نحنا عم نحكي فيها. وخمسة جرامات من الأليف. بالكينوة كل مية جرام كينوة بيحتوي سبع جرامات من الأليف. وهي كمية كتير كتير عالية. فإذاً هذه هي بهالطريقة أو بهالطريقة هي أكلتنا أو الترويقة الكينوة مع الحليب. بس نرجع نقول الانجريديون رندا. نحنا عنا كباية ونص من السويا. حليب السويا كباية من الماء. عنا ست حبات من حب الهيل. عنا نص ملعة صغيرة من القرفة. وعنا نص كباية من الكنوة. وثلاثة أرباع الكباية من البارس. في هون كونه طازة في هون كونه مجلدين. في هون كونه اللي بدنا يهون. في هون كونه مش بارس. فويكة تانية. وملعة صغيرة من العسل. شكرا لندا. أنا ما رح أترك هالشهر غير ما كمل حديثة عن الأولاد النباتيين. وهل كيف فينا نقص منه نهارون. ونجمعو ونطرحو. لكننا عم يأكلو كل غزايا هون. مع الله رات. شكرا لندا. أنا مكرهون. مشاهدينا وقفة منتابعة لك.